السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي من خلاله نريد ان نتحدث عن تفسير كلام الله عز وجل ونتابع بقية اسباب التنزيل وصلنا الى صورة مباركة هي صورة البلد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينيني ولسانا وشفتيني وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما ادراك مالعقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار موسدة ايها الاحبة الكرام من خلال هذه السورة سنقف عن معانيها ودلالات تنزيل هذه الايات البينات على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في فترة الاسلام كان فيها غريبة وكان المسلمون مستضعفون في الارض وكان كفار قريش يشعرون بالقوة والجبروت والكبرياء فاراد ربنا سبحانه وتعالى ان يتبث قلب نبيه وصفيه وخليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشرفه ويكرمه وايضا اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يصبر المستضعفين في الارض من الصحابة من العبيد ومن الاماء ومن الارامر والايتام الذين كانوا يعانون معاناة شديدة ففي اول الاية يقول ربنا سبحانه وتعالى لا اقسم بهذا البلد هذا قسم الله تعالى يقسم بما يشاء ربنا يقسم بالشمس بالقمر بالضحى له ان يقسم بما يشاء من مضاه الكون لكن نحن البشر لا ينبغي ان نقسم الا بالله الواحد الاحد فربنا يقسم بهذا البلد من هو هذا البلد انه البلد الامين انه مكة المكرمة مكة المكرمة هي مركز الكون وفيها بيت الله حينما ابدع الله الكوكب الارضي بعث الملائكة ليبنوا بيت الله الكعبة المشرفة واختار لهم المولى عز وجل اطهر وانقى واصفى نقطة في الكوكب الارضي هي النقطة التي بنيت عليها الكعبة المشرفة والكعبة المشرفة توجد مباشرة تحت بيت رب العزة بحيث لو سقط لجأ فوقها مباشرة فهي بقعة طاهرة مباركة وكل من حولها مبارك وصار البلد برمته مبارك لهذا ربنا يقول لا اقسم بهذا البلد مكة وما حولها بلدة مباركة معظمة مقدسة لكن الله تعالى زاد قارنة اخرى ليبين ما حقيقة هذا القسم وهذا التكريم فقال وانت حل بهذا البلد اي كرمناه وعززناه بانك يا محمد يا ابن عبد الله يا رسولنا الامين انك حل بهذا البلد وهذا الكلام حتى لا يتهيأ لمشرك قريش الذين كانوا هم سدنة الكعبة وكان عندهم المفتاح واللواء والرفادة والسقاية وغيرها من الوظائف التي كانوا يقوموا بنا بها قبل الاسلام لان الحج والعمرة كان قديم منذ عهد سيدنا ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل لما قال الله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فبقيت هناك بعض البقايا من دين ابراهيم الخليل ما يسمى بالحنيفية السمحة لا زال عند العرب فقد يظن مشرك قريش ان الله تعالى حينما يقسم بهذا البلد اكرما لهم هم فربنا يقول بل اكرام لمحمد وانت حل بهذا البلد انت يعني محمد ابن عبد الله رسول الاسلام وانت حل بهذا البلد ثم يقول ووالد وما ولد وكأن الله تعالى يقسم بالوالد وما ولد ما المقصود بالوالد وما ولد قيل المقصود به إبراهيم الخليل الذي مع ولده إسماعيل تعاون على بناء الكعبة المشرفة فربنا سبحانه وتعالى أقسم بهما لكونهما مشرفين ومعظمين ومكرمين وقيل لا والد وما ولد يعني كل البشر من من قاله وآدم وذريته ولكن المقصود هو تطور الخلق البشري هذه آية دال على وجود الله كون أن الرجل يلد ابنه والابن يلد ابنه وهكذا إلى قيام الساعة فهذا التوالد المستمر للحفاظ على النوع البشري دليل على عظمة الله كل هذا القسم ماذا ربنا عز وجل يريد أن يبلغنا انتبهوا أيها الأحباب الكرام إذا جاء في القرآن الكريم هناك بداية بالقسم معنى أن الله تعالى يريد أن يبلغنا قضية مهمة كبيرة لها علاقة وطيدة بحياتنا وبواقعنا وبمستقبلنا فما هي القضية الأساسية التي يريد ربنا عز وجل أن يتبتها في عقولنا ونفسنا من خلال التقديم بهذا القسم الطويل قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد هذه القضية الأساسية الإنسان خلق في الأرض في كبد ما معنى كبد يعني في تعب ومشقة زائدة يقال في اللغة العربية تكبد اللبن تكبد يعني أنه صار غير قابلا للشرب وغير قابلا للاستهلاك كذلك يقال تكبد الكبد أو تشمع الكبد فالمسألة عندها ارتباط بالتعب وبالمشقة الزائدة ربنا يقولنا يا بني آدم إذا كنتم تعانون من مشاكل يومية منذ أن تفتحوا عيونكم في الصباح إلى المساء إلى الليل هناك مشاكل من الصباح الباكر مشاكل 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 صعوبات أكدار قروب غلاء معيشة بل منذ أن ولدتم لما خرجتم من بطن أهماتكم خرجتم تصيحون وتبكون وتستمر مرحلة الرضاع ثم الفطام فيه بكاء شديد ثم المرحلة الطفولة ثم بعدها البلوغ ثم الشباب ثم بعد الشباب الكهولة ثم الشيخوخة طول العمر هناك تعب هناك مشقة والناس كلهم في تعب ليس هناك فرق بين الأغنياء ولا بالفقراء وليس هناك فرق بين العلماء والمتعلمين وليس هناك فرق ما بين الذكور ولا الإنات وليس هناك فرق بين الحاكمين والمحكمين الكل لأن الخطاب موجه للإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب ومشقة الحكام لهم مشاكلهم ولهم همومهم ولهم متاعبهم التي لا يعلم قدرها إلا الله والمحكمين أيضا لهم مشاكلهم المعتادة المعروفة والكبار والصغار وكل واحد مننا له نصيبه من التعب لماذا هذه المقدمة؟ لأن الله تعالى حينما رأى المستضعفين من الصحابة يعانون والكثير منهم كان متعبا ربنا كان يهدئ النفوس ويقول هذه قاعدة دنيوية تطبع الكوكب الأرضي الحياة الأخرى هي التي لس فيها لا تعب ولا مشقة ولا كبد فعليكم أن تصبروا وتحتسبوا وتقاوموا لا بد من المقاومة لا بد من الصمود ولا بد من المثابرة لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا ربنا يوجه الخطاب لفئة من الناس أعطاهم السلطة وأعطاهم التروى المالية فالتروى المالية سلطة سلطة المال قوية جدا والإنسان إذا جاءه المال الوفير يظن أنه خالد ويظن أنه لن يعجزه شيء إذا مارد سيأتي بأفضل الأطباء ويقتني أفضل الأدوية إذا أراد أي شيء المال هو السلطة يشتري به أي شيء يشتري به حتى الضمائر ويشتري به حتى أصحاب القلوب والدعوات المال له السلطان فربنا عز وجل يقول أيحسب أن لي يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أهلكت يعني أنفقت مالا كثيرا لبدا متراكم وهذه كناية في هذه الآيات كناية عن المشركين قريش الذين أنفقوا مالا وفيرا للقضاء على الدين وللقضاء على التوحيد وللقضاء على العقيدة الجديدة منهم من ألفق أموال طويلة وعارضة ولكنه لم يحصل على شيء أهلكت مالا أهلكت يوحي بأنه أنفق المال ولكن لم يأتي بعائد أيحسب أن لم يره أحد الله تعالى ينبه بأن تصرفات الناس كلهم مراقبة احذروا يا عباد الله أن تكونوا في مكان مغلق ولا أحد يراد هل تظنون بأننا في غنية أو في معزل عن المراقبة لا الله معنا جميعا في كل وقت وحيم يراقبنا ليدا كان الصالحون كان الواحد منهم إذا نام في المساء وخلد إلى النوم قبل أن يخلد إلى نومه يقول الله معنا الله معي الله ناظر إلي الله يراقبني الله يكفلني الله يرحمني الله لطيف بعباده يقول هذه الكلمات ثم ينام وكأنه يركز عقيدة الإيمان في صدره وفي قلبه أي يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينيني ولسانا وشفتيني وهديناه النجدين يذكرنا الله تعالى بنعمه علينا ونعمه علينا كثيرا لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه وفي قراءة أخرى وآتاكم من كل ما سألتموه أي بدوني ومن غيري أن تسألوه آتاكم من كل شيء هنا رب عز وجل يركز على أربع نعم مهمة للغاية ألم نجعل له عينين أيها الإنسان الذي يغتر بثروته وبجاهه وسلطانه وجبروته ألم تنظر إلى نعمة العينين التي أعطاك المولى من الذي أعطاك نعمة العينين هل الطبيعة الطبيعة صماء الطبيعة جهلاء الطبيعة هي مخلوق من مخلوقات الله هل وهبك العينين والدك اسألهما هما لا يعرفان شيئا عن الخلق ولا على الابتكار ولا التطور من الذي أعطاك العينين إنه الله سبحانه وتعالى العينين نعمة تصوروا معي لو أخذ الله منك حبيبتيك أي عينيك ما الذي سوف يقع لك إذا ذهبت العينين صارت الدنيا ظلام وصار الوجود كأنه عدم اسألوا فاقدي البصر ويحكون لكم عن معاناتهم اليومية ويقولون لكم كل من عنده عينين فهذا هذا أنعم عليه هذا محظوظ للغاية ألم نجعل له عينيني ولسانا وشفتين انظروا إلى نعمة اللسان نعمة عظيمة هذا اللسان الذي ينطق بالكلمات والذي يلوك الطعام تصوروا لو أن اللسان غير موجود أي تواصل بين البشرية سوف يقع كيف يمكن أن نتحدث فيما بيننا نعمة اللسان نعمة عظيمة نغفل عنها واللسان يوجد بين الأسنان والأسنان تقدم اللحم والطعام والخبز وغير من الطعام ولكن لا تمس اللسان حتى قال الفقهاء والدعاة الله يحفظك محفظ اللسان بن سنان اللسان نعمة عظيمة لسانا وشفتيني ألا نجعل له عينيني ولسانا وشفتيني الشفتين ربما قد تظن بأنهما لا يلقان لشيء الشفتين عندهما أدوار عظيمة أولا يضبطاني النطق ويحافظاني على طوبة الفم ويساهماني في قدم الطعام وبدونهما لا يمكن أن نشرب الماء نعم كثير في الشفتين تصوروا لو أن الإنسان كان بغير الشفتين كيف سيكون شكل وجهه إنه مخيف ومشوه فربنا يذكرنا بهذه النعم نعمه كثير علينا لكن أيها الإنسان يا من يغتر بنفسه يا من ينكر جلالة ربه يا من يدعي بأن الطبيعة هي التي خلقت الوجود انظر إلى وجهك في المرآة وركز فقط على العينين واللسان والشفتين هذا الخلق البيولوجي دال على إبداع الخالق سبحانه وتعالى ويقتضي مننا الشكر ثم انتقل إلى نعمة أخرى عظيمة نعمة معنوية فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر الهداية هديناه ربنا كيف هدانا أعطانا العقل وأعطانا البصيرة وأعطانا الضمير وأعطانا المنطق منطق التفكير وأعطانا القدرة التحليل والتدبر هل تظن أيها العاقل أنك من نفسك سرت عاقلة هل تظن أيها المحلل أنه من نفسك سرت محللة إن ذلك كله عطاء من عند الرحمن هديناه النجدين أعطيناك وخلقنا فيك تلك الأمور النجدين يعني الطريقين السبيلين طريق الخير وطريق الشر فحتى غير الفلاسفة يعتقدون بأن الخير والشر مثاليين أفلاطون وأريستو وأنيك سيمونس في الحضر الإغريقي القديمة كانوا يعتقدون بأن القضية الأخلاق والمثل والقيم هي هي فطرية في الإنسان فالإنسان بطبعه يعلم الخير والشر اليوم نتكلم عن الحداثة وعن القيم الكونية هل تظنون أننا نخترعنا شيئا جديدا هل تظنون بأن الأمم المتحدة الآن بمؤفقهائها ورجال قانونها وفلاسفتها ومفكريها اخترعوا شيئا جديدا لا هذه القيم الكونية التي نؤمن بها جميعا هي مركوزة فينا بالداخل قيمة الحرية وقيمة المساواة وقيمة أي قيمة من القيم المعروفة الإخاء المحبة السلام كل هذه القيم الأخلاقية هي مركوزة في نفوسنا في كل البشر منذ أن خلقهم الله تعالى شفتين فاطبق عليهما وإن نازعك شيء من النظر مما حرمته عليك فقد أعطيتك طبقتين فاطبق عليهما لاحظ بأن العينين أعطاهم الله عز وجل لا أعطاهم واحد طبق أعطاهم نريده يتحلوك يتسدوه الرموش تعالى العينين فالإسان إلى ربما غلبته عينيه وشفش محرم المحرمات اللي ربنا نعليه سهل جدا أنك تغض بصرك مجرد أنك ترمش فالبصر يتغير تجاهه كذلك اللسان إلى جد غيبة ونميمة ورغبة في الكلام الفحش فربنا أعطنا الشفتين نطبق عليهما فالطريق إلى الجنة طريق فيه مكاره والطريق إلى النار طريق فيه مزالق فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة ربنا يقولنا كيف يمكن أن نتخلص من النار ومن عذاب النار كيف يمكن أن نكون من أهل الجنة أعطنا بعض الأعمال التي هي في ذلك العصر كانت مطلوبة جدا كان هناك نظام العبودية ونظام الرق وكان هناك الفقراء وكان هناك المساكين وكان هناك الجوعة فماذا قال ربنا عز وجل السبل للرضاء الله قال فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم دي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة هذه أعمال اجتماعية أعمال اجتماعية إذا قم بها الإنسان ينال رضا الرحمن أول قضية بدأ بها المولى هي عتق رقبة فقد كان نظام العبودية وكان هناك العبيد في محنة زائدة فكان ربنا كان يشجع الأغنياء على اقتناء العبيد وعتق رقابهم فهذه أعظم نعمة وسيدنا عمر ابن الخطاب كان يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أماتهم أحرارا كان هناك أسواق للنخاسة أسواق للعبودية سيدنا عمر كان يقف وسط السوق ويقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أماتهم أحرارا ودول النقطة الأولى والبند الأول في ميثاق الأمم المتحدة من يقرأ ميثاق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البند الأول أن الناس خلقوا أحرارا متى وضع هذا؟ وضع في الأربعينيات من هذا القرن لكن كلام سيدنا عمر كان خمسة عشر قرنا من قبل فكان يقول أيها الناس متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أماتهم أحرارا فكان يعملون على عتك الرقاب فكوا رقبة أو إطعام في يوم دي مسغبة يوم في الجوع الناس عندهم الجوع وعندهم العطش وأنت تطعم تطعم المساكين يتيما دا مقربة لأن هناك حروب وهناك مشاعات ويبقى الأيتام الأطفال الصغار ضائعين فأنت لما تعطي لليتيم القريب منك أو مسكينا دام تربة بمعنى أنه التسق جسمه بالتراب من شدة فقره وجوعه صار التراب في كل جسمه أو مسكينا دام تربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله تعالى يتني على أهل الإيمان أنهم آمنوا بالله الإيمان بالله تعالى معناه أن الإنسان يجعل كل همه وفكره لمولاه سبحانه وتعالى لكن هذا الإيمان يضعف ويتقوى وقد يتدبدب فلهذا أمرنا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الإيمان كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل التوب فالتوب يبلع والإيمان يبلع كما يبلع التوب أي أنه يصبح باليا فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بقولكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقال لهم اصبروا على الإيمان ثم تواصوا به وتواصوا بالمرحمة فيما بينكم والخطاب هنا موجه للجماعة الأولى من الصحابة النواة الأولى من جيل الصحابة هذا الجيل القرآني الفريد ربنا عز وجل كنت يقول لهم احلسوا على الإيمان لم يكنك تشريع في الأول هذه الفترة المكية ما فيها تشريعات ما فيها أحكام للصلاة والصيام والحج والعمر ما فيه فقط في إيمان وفي تثبيت الإيمان في القلوب التشريع سوف يكون في الفترة المدنية بعد الهجرة من مكة إلى المدينة لما نصل إلى القرآن المطول المفصل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة نجد أحكام كثيرة في الأسرة وفي العبادات وفي المعاملات وفي القانون التجاري وفي قضايا متعددة لكن الآن نحن في الفترة المكية القرآن الكريم هنا يركز على تربية الإيمان خصوصا هذه الجماعة الأولى من المسلمين تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة إلى أن يقول ربنا في الختام الذي يقو بهذه الأعمال الذي يغض بصرة ويمسك لسانه الذي يسعى في طريق الخير الذي ينفق مما أعطاه الله للفقراء والمساقين والأيتام ويساهم في فكر الرقاب ويصبر على تكبد مشاق الحياة هؤلاء ما هو نصيبهم؟ يجيب القرآن الكريم أولئك أصحاب الميمنة هؤلاء سيكون أصحاب اليمين وطبعا أصحاب اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين مباشرة إلى الجنة الطريق مفتوح للجنة إذا كنت من أهل اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصدى يختم القرآن الكريم بأن الذين يعاندون ويكفرون ويحاربون هذا الدين هؤلاء سماهم أهل المشأمة فهناك أهل الميمنة وهناك أهل المشأمة يعني شؤم يتبعهم في الدنيا وفي الآخرة فهذا مصيرهم إلى أين؟ نار موصدة هناك نار جهنم والعياد بالله فيها أبواب وفيها أعمدة وهي موصدة لن يخرجوا منها والعياد بالله فالصورة المباركة سورة البلد هي حكاية عن حقيقة هذا الدين وجاءت ملخصة وجاءت مجزة وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا قرأها يوسي صحابته ويقول لهم أمسكوا عنكم لسانكم وأمسكوا عنكم عيونكم وأمسكوا عنكم الهواجس فإن الله تعالى يرى ويسمع حتى لو لم يكن هناك من يراقب ثم يأمر بالإشجهاد في الطاعات من صدقة وإحسان وأن يلتعم مع الجماعة المسلمة ابحث عن الرفقة الطيبة ابحث عنها لك تبقى في مأمن من الانزلاق فيما هو الشيطان أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكرر إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله